أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إصدار 44.240 بطاقة خدمات متكاملة خلال شهري أغسطس وسبتمبر ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تابعت الوزارة تسجيله نحو 47.286 مواطنا في منظومة الخدمات المتكاملة قبل 30.950 لاستخراج البطاقة ورجعت الوزارة 13.743 طلبا آخر تبهيدا للطباعة بينما رفضت 1.596 طلب لعدم استيفاء الشروط كما سجلت الوزارة 6.825 طلب لإعادة إصدار البطاقة وقبل منها 4.460 بلغ إجمالي البطاقات الصادرة 1.2.2.000 بطاقة بعد عمليات التنقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر